تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة و أخبار عديدة و مهمة جدا نبدأ بالنادي الأهلي و أزمة جديدة ظهرت على السطح في النادي الأهلي تسبب فيها قرار التحادل الأفريكي القرارة القدم كاف بتحديد 30 مايو موعدا لنهاء دوري أبطال أفريكا اللي هيجمع بين الأهلي و الوداد المغرب النهاردة النادي الأهلي بيتلقى خطابات من اتحادات توني السومالي و موزنبيك للصدعاء السلاثي علي معلول و عديو ديانج و لويس ميكيسوني بالمناسبة لويس ميكيسوني كده كده مصاب للانضمام إلى منتخبات بلادهم قبل يوم 30 مايو موعد بدء الأجندة الدولية والنادي الأهلي النهاردة في قراراته اللي أصدرها في اجتماع مجلس الإدارة أي أنه يخاطب الاتحاد الدولي بخصوص هذا العمر المغربي بدر بنون اللي وحشنا اللي حابين نشوفه في الملعب مرة أخرى اللي تعرض لبعض المضاعفات في القلب بسبب كورونا هنتظم في تدريبات النادي الأهلي عصر اليوم الاثنين بعدما عاد إلى القاهرة بعد إثبات الأشعة والتحليل للطباء تحسن حالته مصدر بالنادي الأهلي قال لنا في رقم 10 أن بادر بنون سيأخذ برنامج تأهلي و سيقوم بإجراءات فحوصات وأشعة بصفة منتظمة لاتبنان على صحيته تماماً قبل أن يصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات والمتوقع لها بشكل مبدئي بعد 45 يوم من الآن يعني بادر بنون بعد 45 يوم ممكن يرجع تاني في دفاع النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي قررت تقديم طلب رابط الأنداء وده اللي كلمنا فيه مبارح من أجل تأجيل مباراة أستان كامباني في بطولة الدوري المقرر لها يوم 25 مايو الجاري ضمن الجولة الـ 14 معجلة من الدوري بسبب نهاية بطولة أفريقيا أمام الوداد يوم 30 من نفس الشهر والمناسبة كان معنا مبارح مسؤول أستان كامباني وقال لنا أستاذ ناصر عبد العزيز وقال لنا أن رونالدينيو المفروضة يتواجد في المباراة دي ولو النادي الأهلي أو اتحاد الكرة أو رابط الأنداء عفوا أجلت هذه المواجهة فرونالدينيو هيلعب مباراة استعراضية مع عدل من نجوم الكرة المصرية بدل تواجده في مباراة النادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني ليه الأهلي عقد جلسة مع أحمد دبيل كوكا لعب الأهل الشاب أبدأ خلالها غضبه من عدم تنفيذه للتعليمات الفنية بعد مشاركته بديلا أمامه فاكستيف بالإضافة إلى حصوله على إنزار رغم لعبه لمدة لم تتخطى لعشر دقائق موسيماني طلب من كوكا التركيز في الفترة اللي جاية حتى لو كان هيلعب ديها واحدة بس وهدده بالاستبعاد من المشاركة حال تكرار الأمر حلو الكلام ده طلب صغير محتاج أنه يتوجه محتاج أنه يتنبه على حاجات صغيرة زي دي ده كلام محترم